الإنسان في عمله وحركاته وسلوكه ينطلق من خلال قناعاته فالقناعة تنعكس على أفعاله إن كان يؤمن بعقيدة حق ستكون أعماله منسجمة مع تلك العقيدة إن كان يحمل أفكارا خاطئة ومعتقدات ضالة سينتج من خلال ذلك أيضا مواقف ليست صحيحة باطلة فاسدة سيئة لهذا الإسلام حرص على أن تكون الفكرة قائمة على الدليل قل هاتوا برهانكم ما يقبل أن يأتي الإنسان في قناعاته وأفكاره ومعتقداته يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون هذا غير مقبول لا بد يكون دليل فأول شرط لصحة المواقف وسلامة العمال أن تكون العقيدة مبنية على الدليل هذا واحد الأمر الثاني أن تكون هذه العقيدة الحق حاضرة تقول له واحد ليش سويت شيء أنت متؤمن في آخرة وفي عذاب قال إيه قال لنزيل اللي يؤمن بالعذاب يصدر منها الفعل قال غفلت العقيدة ما كانت حاضرة لهذا في بعض الأسئلة وجهة الأئمة أهيزني المؤمن حينما يزني وهو مؤمن قال لا يرتفع الإيمان وقت المعصية يعني الآن لو النار قدامي اللي سجرها الله لغضبه مستحيل عصي زي ليش تقول أنك عقيدة بالنار العقيدة في وقت المعصية تروح اجي بعدين بالندم وبالتالي الإسلام يقول أريد منك أن تعيش العقيدة في كل أوقاتك عبر عنها بالذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا عقيدتنا بالله تجسد وتحضر بالتذكر فمطلوب مننا أن نعيش حالة الذكر كما أنه مطلوب مننا أن نتفكر التفكر مطلوب تتفكر في عواقب الأمور يعني الآن أحنا أمرنا بالتفكر في عظمة الله مو في ذاته ذاته ما ندركها أحنا لكن في عظمته في أفعاله في صفاته أنت الآن تخيل نفسك تعرفت على شيء من عظمة الله تهابوا ما تعصي الله يقول في القرآن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهواء فإن الجنة هي المأوى الخوف يجعله يرتدع فالتفكر في عظمة الله له آثاره التفكر في الدنيا التفكر حتى في سيرة الصالحين واذكر في الكتاب إسماعيل إذا تقرى سيرة الصالحين يطيك عزم وإرادة أن تصبح مثلهم إذا نحن مطلوب مننا أيضا أن نتفكر لأن ذلك ينعكس على أفعالنا وحديث الليلة حول رواية عن التفكر في الدنيا هذه الرواية رواها أبو جعفر البرق في كتاب المحاسن عن الحسين الصقير قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام يسأل الإمام سامع رواية يتأكد الرواية صحيحة أو لا جل الإمام الصادق قال له الراوي قل للإمام الصادق تفكر ساعة خير من قيام ليلة ساعة تقعد تفكر غير قيام ليل عبادة وركوع سجود تلاوة مناجات وذكر هذه كلها ثوابها أقل من تقعد بس ساعة تفكر هذا متعجب يسأله فقال الإمام عليه السلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآل تفكر ساعة خير من قيام ليلة كلام صحيح أحين الراوي معارف شنو التفكر قال الراوي قلت كيف يتفكر أنا أريد الآن أطبق هالرواية بس ما أدري المقصود شنو فالإمام أرشد إلى مفردة أو مصداق من مصادق التفكر قال له الإمام يمر بالدار الخريبة هذه بنوها خريبة لو كانت عامرة واش تقولون عامرة بناها صاحبها وسكنها يمر بالدار الخريبة فيقول أين بانوك وين اللي بناك أين ساكنوك ما لك لا تتكلمين هذه دورة الحياة أما الدور فسكنت وأما النساء فزوجت وأما الأموال فوزعت في المقبرة يمكن تهوى شو على الحلال قال اللي ولا ومن الرجعون للبيت كل واحد يقول أن أبو يدكان الفلاني واحد يقول أن أبو يحطر فلاني واحد يقول أن أبو يحطر فلاني وشير وقوة واجي المشاكل المشايخ على الأرث وبالتالي بالتالي هذه دورة الحياة يعني فرصة الإنسان الرواية تقول كفى بالموت واعظة لو بس نتفكر أن نحن الموت بيجي تنتين فرصتنا في الحياة الخالدة يا ناجح يا فاشل لا 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 يوجد تغيير تغيير هنا ولا لا لا يوجد رب يرجعون لا لا يوجد رجوع فإذا نتأمل في الدنيا في الحقيقة تتغير سلوكياتنا واحد من فوائد التفكر في الدنيا عدم الاغترار بها اليوم نحن مغترين بها ونتهارش على الحلال والحرام وأنا أغشك وأنت ممكن تغشني أم بأجمع لماذا تجمع أنت بتخليه لغيرك ذاكي روح بأمكين الجنة وأنا روح بالنار فأول ثمرة من ثمرات التفكر في الدنيا وزوالها أنني لا أتعلق بها بحيث أعصي الله وأبحث عن أي شيء ولو كان بالحرام هذا ما التفكر في الدنيا جنبني هذا الأمر اثنين أحول الدنيا إلى مزرعة للآخرة أستغلها أستثمرها شوف بيرمونين يطلب من ربي أن يوفقه لاستثمار كل لحظاتها فيقول أن تجعل أوقاتي يسأل الله من الليل والنهار بذكرك معمورة وفي خدمتك موصولة إذا فرقت فرصة يعني تخلص من الشيغلة تروح في الشيغلة ترضي الله يستغل كل عمرة تستغرب أبو درد شم عمرة في صفين لكن كان شباب من حماس وإرادة وثبات عمار 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 كبير في السن في صفين فتشوف هذا لين أبو درد طبعا مستثمر وقته أيضا هذا لين نماذج حية الفائدة الثالثة من ثمرات التفكر في الدنيا هو الزهد الذي تقول عنه الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم هذه المفردة إذا حلت في قلب إنسان حلت الطمانينة أبو درد جليل عبد يركض يقول لي البشارة يا أبادر البشارة شنو البشارة على شنو تبشرني قال الغنم ولدت كاثرت أصلا ولا يعبر هالخبر مودر قليل يكفي خير من كثير يشغل يعني قليل كفا خير من كثير ألهى ما يفرح بالزيادة يقول لنا أقول لها حاجة بس هاي اعتبر الدنيا ميتة يأكل قدر ضرورة بالتالي لو جابوا لي عشرين ميتة يقول شاو بيها يعني هاي ميتة ما أريدها أنا بأكل بقدر الضرورة هاي أبو درد فالثمرة الثالثة أن تجعل الإنسان إذا فقد شيء لا يأسى عليه ما عنده تعلق له ترى الحزن سبب التعلق اللي ينهار في المصيبة متعلق بما فقد إذا ما فيه تعلق يسيطر على مشاعره فهذه ثمرة من ثمرات التفكر في الدنيا الثمرة الأخيرة يتخلص من العداوات تخلص من العداوات لأن العداوات سببها بوصلها إلى الأرض إخلاد إلى الأرض إذا أحسدك أحسدك على شنو على الآخرة أكو بابها مفتوحي ليولك على الدنيا اللي مو بيدي أصير أغنى منه أنا إذا الدنيا عندي هذه حقيقتها أحد أحسدك على وين بل إذا وجدتك قد تيسرت لك الأمور أقول شان ما تفتتنك الدنيا وتخسر أرى خطراً يحوط حولك يحوم حولك إذا نحن إذا كانت الدنيا نعيش حقيقة معناها لا نغتر بها فلا نتقاتل عليها ولا نتحاسد ولا 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 سيد الإمام كان يقول الله لو يبعث 124 ألف نبي في دفعة واحدة أرسلهم في أزمين مختلفة لكن يقول لو اجتمعوا لما اختلفوا لأن البوصلة أخروية والآخرة ما تفرق الإخلاص ما يفرق اللي يفرق الإخلاد إلى الأرض وبالتالي كلما تفكر الإنسان في حقيقة الدنيا كلما وجد نفسه يحن على حتى أعدائه حتى الأعداء يتمنى لهم الخير شوفهم من خدمين بالدنيا هذا الحسين يشوفه عمر بن سعد ينصحه يقول لي تعال تترح النار في هذا الموقف يقول لي خايف على داري خايف على ضيعة يخايف على كده والإمام مصر ينصح إلى أن وجد قلبه مغلق يجي واحد يطلب مننا الإمام النصر يقول أنا ما أموت يقول لي بتعد لا تسمعوا عيتي ترى تروح النار أعداءك يخذلوك سيدي لكنه هكذا يبقى رحمة يبقى لا يحب إلى الآخر إلى الخير حتى الذين خذلوه هذا موقفوه معهم إذن الدنيا إذا عرفنا حقيقة انعكس على سلوكنا في الكثير من محطات الحياة استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الطاهرين